هل ترى أن فعليا وصول اليمين المتشدد وحصوله على هذه النتائج الجديدة هو استحقاق بسبب فوضى هيك بقول لك أحد المتابعين بقول لك يا أخي في فوضى اللاجئين فعلا بعضهم طبعا بعض اللاجئين عمل فوضى بالشارع في بعض نوع من الجرائم صارت تتصاعد في نوع من الانتهاكات صارت تتصاعد أضف عليها طبعا المسألة الأوكرانية ولكن إحنا زي منيجا عن مسألة اللجوء بقول لك الاس بي او حزب في نوع من المتفلت إلى حد ما مع هذه القضايا خاصة في فيينا بقول لك أنا إذا بدأ يجي الاف بي او ويعيد صياغة البلد ويشدود البراغي المرتخية في البلد أنا أريد الاف بي او شو رأيك بهذه النظرية؟ أو بهذا الطرح يعني عفوا هو طرح طبعا نفسي هذا عوامل نفسية يعني من مبدأ الفعل ورد الفعل أنا إذا الشرطي هذا فاسد بدور على شرطي غير فاسد بدور على شرطي صارم خلينا نقول نعم نعم ما فينا نقول الشرطي الآخر غير فاسد بينما فيها الاف بي او لأنه في عليك كتير اتهامات بها سيد أحمد قبل الحرب الأوكرانية شو كان هدو الحزب الحرية الأحزاب اليمنية المتطرفة نعم شو النقمة تعيتهم؟ الأجانب الهجرة عرفت كيف؟ والسلطات الحاكمة نعم ومؤسساتها بي 2024 اجت مشكلة جديدة مشكلة الأوكرانية عرفت كيف؟ لأنه المهاجين الأوكرانيين ضغطين على ألمانيا وضغطين على بريطانيا وعلى فرنسا وعلى النمسا زائد الهجرة الخراب العربي اللي اجت لهني ما رح يحسني غيره أنا دائما برجع بأكد ليش أطلقت عليه الخراب العربي؟ ما سموا الربيع العربي أنا بتقول الهجرة لا أنا ما أقول هجرة الخراب العربي هجرة الخراب العربي اللي اجت بال2015 شوف بالبداية السوريين اللي اجوا الشعب السوري في العقل المسيحي محبوب لأنه بيعتبروا المسيح والمسيحية تخرجت من سوريا نعم نعم فعندهم وكانوا متعاطفين معهم أنا بتذكر واستقبلوهم استقبال كويس كانوا إيجابيين استقبال إيجابي نعم ولكن الأعمال السيئة من بعض العنيفين أنا بسميهم غيرت الفكرة عندهم وصارت لأنه أنت يومي بتعمل مشكلة صغيرة خطيرة على نفسية نفسية الشعب بتأسل يعرف كيف تضغي لكن أستاذ رفعت حتى نكون نحن منصفين ألا ترى أن هناك فعلا تضخيم تضخيم في الحدث يعني عندما يكون من مهاجر يعني اليوم صباحا بصراحة فيه خبر اليوم تم قراءته بنشرة الأخبار رجل عمر الأربعين سنة قام بقتل والدته بعمر تقريبا بالستينات تقريبا وضرب على رأسه بأداة حادة حادة هل هي ماتة يعني طبعا هي قتل عفوا هل هي دباحة هل كذا فبأصد أنه والخبر بصراحة يعني كل الوكالات النمساوية بما فيها وكالة الأنفاء نفسها الخبر لم يتعدى أربع أسطر أربع واللي عم بيسمعني واللي عم بيشاهد إذا بيلاقي تفصيل آخر بيقول لك رجل نمساوي بعمر وحده أربعين سنة قام بقتل والدته والتهمة ومتهم بأنه قتل والدته وكان مخمور للغاية أو بحالة سمالة عالية الخبر كما تعامل معه ما بيهتم فيه لألك ليش فهذا الأصد أستاذي الكريم يعني إحنا حتى نحن مشان نكون في عنا نوع من الأنصاف أنه المشكلة المتعلقة المتعلقة بالمهاجرين دائما يتم تضخيمها يعني نحن ليست إحنا بيصدد أنه نحن ناقش الذهنية السورية وما آلاتها وما قبل النظام وما بعد النظام وقبل الخراب وبعد الخراب كل هذا الكلام ولكن يوجد استثمار لأحداث معينة يتغذى عليها الأحرار الحزب الحرية بقصود الأحرار جدلت يعني حزب الحرية اليميني ويستخدمها في خطاباته ومع الأسف الشديد الإعلام النمساوي والذي يتراجع عاما بعد عام حسب منظمة مراسلون بلا حدود يقوم بتضخيم أحداث ونفخ أحداث وتنفيذ أحداث أخرى نحن في مرحلة مثل ما عم نقول السوشيال ميديا والسوشيال موفمت الحركة الاجتماعية العالمية الحركة الاجتماعية الأوروبية وهي دي وهي دي بعتبرها بوست ديمقراطية ما بعد الديمقراطية ما بعد الديمقراطية لأنه كان هذا الديمقراطي اللي عم تسأله عرف كيف ينتخب وخلاص انتهت المهمة تعيته هلأ لا هلأ بدي يشارك بالسلطة بعد الانتخابات عرف كيف نعم بعد ما صنادي الاقتراع بتسكر بأوروبا الشعب انتهت مهمته أحمد هلأ نحن في مرحلة في مرحلة تاني نحن ما بعد الديمقراطية أنه الشعب هذا بده يأكد على السلطة تبعيته نعم بده يأكد على السلطة تبعيته مثل شو اسمه بسويسرا الديمقراطية المباشرة ديريكت ديمقراطي هناك كل أسبوع في انتخابات وفي سؤال عرفت كيف فهذه السوشيال ميديا فرضت نفسها عرفت كيف السوشيال ميديا طيرت الـ CNN والـ BBC وكل هلأ المحطات الضخمة صحيح عرفت كيف هذا الوعي هذا بدي يأثر على على مستقبل السياسة بأوروبا بدي يعمل بدي يعمل بوست ديمقراطي صارت هذي وهذا يعني من هلأ انتو ماشي التيكتوك والصين وعرفت كيف بدهم يلعبوا فيها لأنه السوشيال موذمت مهمة جدا صارت صارت قوة نعم شوف بأحداث الشرق الأوسط يعني مخوفته لهذا السياسي الأوروبي أو السياسي الغربي يلي متعود أنه بعد الانتخابات خلاص انتهت مهمتن هذول لا صارت صارت في رقابة جديدة في رقابة جديدة في قوة جديدة عم تفرد عم تفرد حالها نعم يعني بايدن بدي يخسار نعم بايدن بدي يخسار ترامب جاي على أمريكا طيب يعني سؤالي ما لشي أستاذي الكريم إحنا بس مشان الوقت نحاول نستثمره نعم الـ 75% من اللي إحنا استطلعوا طبعا الرقم صار 812 شخص يعني فيه تفاعل على الـ صار 75% بقول لك نحنا فعلا ما عندنا تخوف من اليمين يعني هل برأيك هل برأيك الرعب يعني اليمين ممكن تقبله بحالة من الأحوال بطريقة من الطرق ما بارك كيف تفسر كيف بتفسر أنت هاي الحال التحليل النفسي اليمين المتشدد يعني احنا عفوا آسف للغضان نعم اللي شاركوا بالاستطلاع عننا هم فعليا من الناتقيين بالعربية معظمهم من اللاجئين يعني هدول ممكن غالبا ما يكون عندهم أصلا حق انتخابي ولكن قال لك يعني هدول لو عندهم اليوم حق انتخابي يمكن هدول رفعوا نسبة الـ 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 يمكن 2.3% إضافية يعني نعم فبرأيك أنت هاي الزهنية اللي صارت تتقبل اليمين وخاصة من المهاجرين شوف هدول أنا بعتبر يعني عامل نفسي عامل نفسي هذا الاستطلاع الرأي وخبرأ يعني انت ما فينك يشبه نفسه هذا اللي عايش هون ما فينه يشبه نفسه مع زميله اللي عايش بالأردن والزميله اللي عايش باللبنان نعم عرفت كيف شاف عمليا ما هي أوروبا يعني يعني عمل خبرأ هذا المهاجر اللي إجاله هون من 2015 مع هلأ قديش هدول صاروا تقريبا تسع سنوات نعم خبر التسع سنوات تأكد له تأكد له عمليا براغماتيا انه هو عنده حقوق هو ما خايف عدم استقبله هون نعم عرفت كيف هذا شعور نعم هذا شعور في اللوعي وانا بعتبره هيده يعني شو اسمه إشارة انه هدول الوعين اللي جاوبوا بهذه الطريقة هذي هذا وعي هذا يعي انه اوروبا بده تدافع عنه مهما يكون عنده شعور الاطمئنان عرف كيف يعني الحال الحال الديمقراطية الحال المجتمعية يسارها بيمينها تعتبر مناسبة لحالة المهاجر يعني برأي فيها الحقوق الانسان احمد بدك تفرق بين الحقوق الانسان نحن ساعم تقول هجرة ومهاجرين هذا موضوع سياسي هجرة ومهاجرين وتوابعها هذا موضوع سياسي الموضوع السياسي بيصفي عندك موضوع انساني حقوق الانسان ليك هون معي حقوق الحيوان شوف بيجيني انا حقوق الحيوان المحافظة على الحيوان تتبرع تتبرع لهم تتبرع لهم ايرو خمسة ايرو عشرة ايرو عرفت بتتبرع لهم اكل حقوق الحيوان هذه فلسفة طويلة عريضة لانه هون في العالم الغربي هدول هدول احمد هدول قدسوا الطبيعة قدسوا الطبيعة وجعلوا حقوق الانسان من خلال حقوق الطبيعة لكي تحافظ على الطبيعة يعني حقوقي انا الانسانية هون عند هدول هذا بالعالم الغربي من خلال حقوق الطبيعة ولكن يعني حتى حافظ على الطبيعة جميل حتى حافظ على الطبيعة ومحتويات انا حفاظ على الطبيعة ومحتوياتها هو الحيوان بأتصور الإنسان